أشهد أن لا إله إلا الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه أيها الأخوة والأخوات هذه قاعدة مهمة جدا الله عز وجل ذكرها لنا حتى نفوض الأمر إليه ونستسلم لأننا يجب أن نتبع شرعه ونصبر على قدره نطيع أمره ونرضى بحكمه سبحانه وتعالى أحيانا يطلب منا شيء نكرهه مثل يعني كتب عليكم القتال وأوكره لكم لكن في خير عظيم مثلا الصحابة في بدر توجهوا أولا للقافلة مغنم يسير سهل لكن الله فوت القافلة كتب قدر وأتى بدلا منها بجيش عرمرم لقريش ثلاث أضعاف عدد المسلمين المسلمون ما خرجوا لجيش المسلمون خرجوا لقافلة وبالتأكيد أنهم كانوا يودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ولكن الله أراد شيئا آخر الذي يرى ماذا ترتب على بدر من النصر المبين والفرقان والخير العظيم والهيبة للمسلمين والمكانة وماذا حصل ماذا حصل نتيجة ذلك يعرف لماذا كتب الله لقاء الجيش ولم يكتب لقاء القافلة النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة هل كان يحب أن يخرج من مكة لا إنك خير أرض الله أحب البلاد إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت لأن المسألة وصلت وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أذن لي بالهجرة فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مكة وهو يحب مكة جدا ولا يريد الخروج من مكة لكن خراص المسألة وصلت إلى هذا الحد والله عز وجل أذن بالهجرة لكن ماذا ترتب على الهجرة من الخير العظيم قيام دولة الإسلام وصار له عليه الصلاة والسلام صولة وجولة وسلطان وهيمنة وانطلقت الجيوش من المدينة بعد ذلك تنشر الإسلام في ربوع الجزيرة وفي العرب هو لما خرج منها وكان كارها للخروج منها وهو يحبها جدا ما خرج إلا ليعود إليها فاتحا منصورا لما خرج من مكة إلى الطائف ما استطاع يرجع لمكة إلا في جوار مشرك اسمه المطعم بن عدي لكن الآن رجع إلى مكة عزيزا فاتحا منصورا بجيش عرم رم يمكن في اثنى عشر ألفا من الناس يوسف عليه السلام أبعد عن أبيه وعن أهله وألقي في الجب وبيع عبدا وبثمن بخس وصار خادما في قصر وتكالبت عليه النسوة والكيد ودخل السجن لكن ماذا كان بعد ذلك ربي قد آتيتني من الملك وكذلك مكننا ليوسف صار بدأ بشيء مكروه لكن انتهى إلى شيء عظيم جدا ولذلك نحن علينا أن نكون مع الشرع حتى لو نفوس وكرهت لأن ما سنجنيه بعد ذلك من الخير لا يعلم به إلا الله ويمكن في الدنيا ويمكن في الآخرة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جيش أن ناس عجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل كيف يقادون الجنة بالسلاسل أخبر أن المسلمين سيفتحون بلادا ويأخذون أسرى ويكونون عندهم يسلسلون بالسلاسل لكن لما يعيشون بين المسلمين ويتأثرون بالمسلمين يدخلون في الدين أثرها عليهم في الدنيا والآخرة كم هو عظيم أولها سلاسل لكن بعد ذلك وقاية من السلاسل التي ستكون في جهنم ودخول الجنة بدلا من ذلك لكن لو بقوا في بلادهم حتى لو كانوا ملوكا على الكفر ماذا كانت ستكون النتيجة أحيانا يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أشار على فاطمة بن قيس لما استنصحته في النكاح قال انكيحي أسامة فكرهت ذلك يمكن لأجل لوني لأنه كان أسود رضي الله عنه وأصلا طبعا هو مولى ابن مولى وهي فاطمة بن قيس فكرهت ذلك ثم جاءتهم مرة ثانية تستشيره قال انكيحي أسامة قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت حصلت لها الغبطة والسرور لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جليبيبا وهذا العبد الفقير المسكين جليبيب إلى قوم من الأنصار ليزوجوا ابنتهم في البداية رفضوا البنت قالت لا إن كان هو أرسله زوجوني إياه لا تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجوها إياه عاشت معه ما عاشت ثم كتب الله أن يكون شهيدا قالوا كانت أنفق امرأة بالمدينة إما من كثرة المال تنفق أو إنما انتظرت بعد العدة شيئا فقد تزاحم عليها الخطاب طابوا المهم أن نكون مع الشرع طيب أحيانا القدر يأتي بأشياء مكروهة للنفس الآن أم سلم رضي الله عنها كان زوجها أبو سلم معها في مكة وأسلم هذا البيت ودخل في الدين مبكرا ثم تحمل الهجرة وترك الوطن في سبيل الله وكان أول بيت هاجر وفرقوا بينه وبين زوجته وحصلت أذية عظيمة وثم انتقل إلى المدينة والتقيا في المدينة واجتمع شمل الأسرة مرة أخرى وعلى دين الله وكتب الله وعلى أبي سلمة الموت أم سلمة تعرف العبارة ماذا يقال عند الموت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فلما جاءت لتقولها قالت من خير من أبي سلمة أول بيت هذا في الإسلام إسلامهم مبكرين وفي الهجرة أول بيت هاجر من خير من أبي سلمة من هذا الزوج صاحب العشرة الكريمة قالت لكني قلتها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في واحد من الصحابة يأتي يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام في حلقة العلم ويأتي ابنه من خلف ظهره وعيني جزء في حضنه ومحبة متبادلة مع هذا الطفل والنبي عليه الصلاة والسلام رآها لتحبه قال أحبك الله كما أحبه أحبك الله كما أحبه من شدة محبتي للولد غاب الأب عن الحلقة بعد ذلك سأل عنه قالوا بنيه ذاك مات فلقيه فعزاه عليه ثم سأله يعني يسرك أنه عندك أو لا تأتي يوم القيامة إلا باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك طبعا الصحابة يريدون الآخرة الآخرة خلون من الأولى قال لا يا رسول الله يعني لا آتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وأجده قد سبقني إليه يفتحه لي قالوا هذا فقط له فأخبره من كل واحد أصيب بالمصيبة وحمد الله واسترجع الحمد لله إن الله وإن إليه راجعون الله يبني له بيت الحمد مع أنه مصيبة لكن إيش رح يجي بعده من الخير والأجر والفضل والطمأنينة والسكينة وبعدين ممكن يجي عواض في الدنيا يعني ولد بولد خسر مال يجيك مال أكثر منه وممكن في الآخرة وما يجعل الله في قلب الإنسان من الغنى والطمأنينة هذا من أعظم العوض ثم يعني بعض العلماء مثلا سجن ابن تيم يألف لو ما سجن كم ما استطاع السرخس يعني حبس في جب طلع كتاب المبسوط طبعه في 15 مجلد أم لا هو في الجب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأيضا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يعني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة والخضر قتل الولد ترجمة نانسي قنع